انحراف اخر في المسار يشك ان يأخذ الحرب الى مدى ابعد كما تشير بعض التقديرات المسار الذي ترسمه صواريخ ميليشي الحوثي والمخلوع بات اكثر وضوحا وتأثيرا في تفاصيل الازمة اليمنية مما يفعل المبعوث الاممي وتحركاته الرامية للتوصل الى حل سياسي فبعد ان كان النقاش محتدما حول خطة ولد الشيخ بنسختها غير المؤكدة والتي تسربت خلال اليومين الماضيين جاء الصاروخ الباليستي الذي اطلقته الميليشيا باتجاه العمق السعودي ليعيد النقاش وربما الحرب برمتها الى نقطة البداية التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن والذي تقوده السعودية اكد ان دفاعات اعترضت صاروخا باليستيا على بعد 65 كم من مكة المكرمة ويعد هذا ثاني صاروخ تطلقه ميليشيا الحوثي والقوات التابعة للمخلوع ويستادف العمق السعودي خلال اكتوبر الجاري حيث سبك وانطلقت الميليشيا صاروخا في التاسع من الشهر على منطقة الطائف وهما دفع المتحدث باسم قوات التحالف الى توعد الميليشيا وداعمها مؤكدا على ضرورة قطع مأسماه ذيل الحية التي تستهدف مقدسات المسلمين حسب قوله مجددا اتهم ايران بمساعدة الميليشيا وتدريبها على اطلاق هذه الصواريخ وزيادة قدراتها لتصبح قادرة على ضرب اهداف داخل العمق السعودي وزير الخارجية الدكتور عبد الملك المخلافي اكد ان هذا التصعيد من قبل الميليشيا يثبت انهم لسوأدات في يد ايران تستهدف اليمن واشقاءه وان الميليشيا تعمل على جر المنطقة الى حرب اقليمية فيما الردود المستنكرة من قبل الدول العربية والاسلامية والداعمة للسعودية تشير لان الحرب دخلت منعطفا جديدا وان مبررات استمرارها اكبر مما يقدمه المبعوث الاممي من حلول لانهائها ويرى مراقبون ان استهداف مكة المكرمة بما لها من مكانة رمزية يفتح الطريق واسعا نحو العودة الى العمليات العسكرية الكبرى مع بقاء الهدف نفسه وهو تجريد الميليشيا من الصواريخ الباليستية التي يمكن ان تهدد الامن الاقليمي ودول الجوار فيما يبدو ان المسار السياسي الذي يقوده والد الشيخ ويدعمه المجتمع الدولي سيدخل مرحلة من الجمود وعدم الفاعلية اشتركوا في القناة